فإذا صلى الفجر من يوم عرفة وطلعت الشمس سن له أن يخرج من منا وسميت منا بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء فقد صار عليه الصلاة والسلام والصحابة منهم الملبي والمكبر فوصل إلى نمرة فضربت له قبة مثل حيمة فنزل بها والنزول بها سنة وهذا النزول يدل على أن الذي ينبغي هذا الحاج أن يعطي الجسم نصيبه من الراحة حتى يتقوى على العبادة ثم إذا أتى عرفة يصلي فيه الظهر والعصر كمعا وقصر يسر فيها بالقراءة ويخطب قبلها خطبة واحدة والسنة تأجير الصلاة وتقصر الخطبة وكانت وقفته عليه الصلاة والسلام في يوم جمعة فليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة لأنه أسر القراءة وخطب قبل الصلاة وقد وقف عليه الصلاة والسلام عند الجبل مستقبلا للقبلة راكبا وهل يسن الوقوف راكبا أم قاعدة الصحيح أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ومتى ما وجدت الفضيلة والمصلحة في أحدهما فهو الأفضل فجعل عليه الصلاة والسلام يرقع يديه يدعو فوقف عليه الصلاة والسلام عند الجبل وأرسل رسوله يقول لمن بعد قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهي فلما وقف عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى غربت الشمس حتى إن زمام ناقته كما عند النساء سقط فأخذ الزمام بإحدى يديه والأخرى لم يزل رافعا لها وهذا يدل على أن هذا المقام ما ينبغي لعاق أن يفوت فيه ثانيا فوقف عليه الصلاة والسلام لعرف حتى غربت الشمس واستحكم وروبها حتى ذهبت الصفرة من أجل أن يخالف الكفار هذه تلبيته مخالفة لهدي الكفار ولذا قال في هذه الحجة هدينا مخالف لهدي